اكد السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير الشؤون مجلس الوزراء ان مملكة البحرين تول اهتماما كبيرا بضمان وحماية حقوق العمالة وتهيئة الاجواء المناسبة لها نحو التطور والارتقاء على المستويان المهني والمعيشي وبما يؤهلها لان تقوم بدورها في تحقيق تطلعات المملكة على صعيد التنمية المستدامة واشدد على ان التزام البحرين بحماية حقوق العمال تم تأطيره عبر مجموعة من التشريعات والقوانين العصرية التي تراعي ارقى معايير ومبادئ حقوق الانسان واشار الى ان العمالة الوافدة في البحرين تحظى بكل الرعاية والاحترام تغديرا لجهودها في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة جاء ذلك خلال حضور وزير شؤون مجلس الوزراء للحلقة النقاشية التي عقدتها هيئة تنظيم السيق العمل ضمن الفعاليات المصاحبة للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة بعنوان حوكمة الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو مجتمعات امنة وميرينا ومستدامة بالشراكة مع حكومة الفلبين وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومنتدى المهاجرين في اسيا وذلك بمقر الامم المتحدة في نيويورك ومن جانبه اكد اسامة العبس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم السوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص ان مملكة البحرين شرعت في حراك شامل ومنظم لاصلاح سوق العمل ولسيما تحدث وتطوير القوانين واللوائح والاجراءات منذ عام 2004 حيث قامت بمراجعة شاملة ودراسة جميع الانظمة ذات العلاقة بشؤون العمالة الاجنبية الوافدة مثل نظام الكفالة وانظمة حماية حقوق العمالة ومكافحة الاتجار بالاشخاص مما انتج انظمة اكثر التزاما بالعدالة وتم تطبيقها في سوق العمل البحريني خلال العقد الماضي واضح العبسي ان الحلقة النقاشية ناولت مدى تحقيق البحرين في خططها التنموية اهداف الميثاق الدولي للتنمية المستدامة والعهد الدولي للهجرة وبالاخص في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل وضمان العمل اللائقي للجميع